طيب احنا عندنا ملفات كتيرة جداً وتخص طبعاً فريقنا وهنا منتكلم على المنافسات في الدوري أو السوبر أو أفريقيا خلينا نتكلم في كل ده بالتفاصيل أكتر مع الأستاذ محمد أبو علي الناقد الرياضي اللي منوارنا النهاردة صباح الوارد صباح الوارد برحب بحريك طبعاً وبالأستاذ كريم وبرحب بكل مشاهدة النادي الأهلي واللي دايماً ظهره استنت في ظهر حقيقة في الحلوة في الوحشة فعلاً والحمد لله الحلوة عندنا أكتر بكتير كمان قالوا يعني على المرة قبل الحلوة معنا صباح الوارد بوجود حضرتك معنا وزيماً هوند بتقول عندنا أكتر من ملفه سأسانك تعالى نفسدي بالدوري وخصوصاً أنه لسه القرعة الموسم الجديد لسه معمولة واللقاء الأول إن شاء الله أمام النادي الأهلي حيكون أمام فريق الإسماعيلي فعايزين نعرف رؤيتك كده وتوقعتك للدوري الموسم النسخة الجديدة منه هل هتكون في نفس الكعبلات اللي احنا بقالنا فترة بنشتكي منها اللي حصلت الموسم اللي فات ولا قبله ولا لأ وكيف ترى أول لقاء للنادي الأهلي هو في البداية الدوري السنة دي مختلف للنادي الأهلي تبدأ السيزون معك مدير فني بيعمل معك فترة الإعداد اللعبة الأساسية بتاعتك استريحت بشكل كويس التدعمات ممكن يعني مش كتير لكن لما نجي نتكلم فيها في وقتها الناس اتفاجئ ان انت عندك قوام أساسي محترم سواء اللعبة اللي رجعت لك من العراض او اللي كانوا مصابين وغيبين او التلات صفقات او تم تصعيدهم من الموسم اللي فات الاهلي السنة دي وجهة نظري هو الأوفر حظ الأوفر حظا بحكم خبرات لعبة النادي الأهلي في الدوري بحكم النادي الأهلي هو الأكثر الأندية اللي بيقدر يستطيع يعمل عملية الاستمرارية في طول الدوري نفسه طويل يعني الظبط عنده سياسة النفس الطويل عندنا مدير فني محترم جدا وبان خلال الفترة الفاتت من الأخبار اللي بيجينا او متابعتنا لأخبار الفريق وفي مبراطة الاتحاد المنستيري وجهة نظري كان ينقصنا فقط ان اللعبة دي تستريح اللعبة اللي قدرت تاخد اتنين دورة بتال أفريقيا واثنين سوبر واثنين بروزيكاس عالم لما ياخدوا الوقت الكافي في الراحة مع بعض التدامات اللي حصلت أنا شايف أن الفريق الأهلي يبقى أفر حظا هو هنا بنقف عند بس نقطة ليه دايما أنا ببدأ بالإسماعيل يعني أنا للسنة التالتة على التوالي ببدأ مع الإسماعيل هو فيه هي غريبة هو غريبة جدا أنا أعتبر أن الموضوع يعني مش بنشكد في حد بس هي ملاحظة غريبة الأهلي قادر أنه هو يقدر يتخطى المتشاط اللي جاية كلامنا مع الناس كلها أن العبة وقف على رجلها صح عندنا الحمد لله رغبة أن احنا نعوض جماهيرنا عن اللي حصل في المسلمين اللي فاتوا والتاريخ بيقول أن الدور ما بيغيبش عن الأهلي كتير يعني لو غاب سنتين تلاتة بيرجع على طول فبعا كده بنسلم لو بيرجع يقعد شوحد سبعة أمان سنين هو عمره ما غاب سنتين واربعة غير من عشرين سنة يعني ده بلغة التاريخ يعني أول ما أربع حاجة عشرين سنة من 2000 إلى 2003 إلى 2004 فيعني إن شاء الله الأحداث دي لانتوعد والأبليئة كان من تسعين لتلاتة وسعين أربعة سعين فيعني مش مهم اللي فات رجعنا وموسم جديد وإن شاء الله يبقى موسم قوي جدا وصفر زي ما كنا بنتكلم كده القرعة بالنسبة للموسم ده للأهلي فيها يعني أنك تشم نفسك شوية يعني الفرقة بتاعتك الأول تخلينا نقول أول سبع مانشاط فيه الصاعد فيه طبعا اللي بينافس على المربع الذهبي بس فرق يعني إلى حد ما تقدر تاخد نفسك فيها فدي تعتبر برضو ميزة كبداية الموسم أو إلى حد ما نقول زي كرادت شوية أو حاجة حلوة للنادي الأهلي بداية كويسة هي مش بتتحسب كده طبعا النادي الأهلي كنادي كبير بيحترم كل المنافسين بس ببقى في ضغط؟ بيعمل حساب أنا عارف بس الأهلي دايما بياخد في ماتشاط الدوري كل الماتشاط زي بعض فريق صاعد أو فريق صغير مع كاميرا احترام الفرق كلها الأهلي بيتعامل مع طولة الدوري إن مباراة بخلصها وبخش في مباراة اللي بعديها ما ببصش الفريق ده بينافس بقى أو صاعد أو غيره أو مدى جماهريته أو هو اللعبة اللي عنده أو طالع من تحت أو بنفس عطولة الأهلي بتعامل مع الماتشاط دي إن الماتش بتلاتة بونت أنا عايز أخد التلاتة بونت وبجمع أكبر عدد ممكن من النقاط ما كناش محظوظين السنة اللي فاتت بسبب لعبتنا بتلعب مع المنتخب في أفريقيا وتصفات كاس عالم وبطولة عربية وفي نفس الوقت بلعبوا أفريقيا وسوبر أفريقيا يعني حاجة عارف لو عفريت لو عفريت مش عارف يواكب كل اللي بيحصل ده هذا شيء صعب الموضوع كان صعب واللعبة أجادت والقوام الأساسي المنتخب مصر كان بيتشكل من لعبة كتيرة من النادي الأهلي كل ده فرق مع الفريق الفاتر اللي فاتت لا السنة دي مفيش ارتباطات دولية كتيرة مفيش التزامات لمنتخب مصر الدنيا الدورة العملات بقى أسهل فأنا متفاعل خير هتوقع الأمور أكثر اشتعالة نسبيا عن المواسم اللي فاتت لأن زي ما النادي الأهلي عمل تدعيمات مميزة فرقة تانية كتير برضو عمل التدعيمات قوية أعتقد حيانزل عنها تغيير في مستوى اللعب ولا حداك شايف الصورة زي في الموسم أنا دايما شايف أن بطولة الدورة بطولة النفس الطويل بطولة النادي اللي عنده من الخبرات اللي تخليه يقدر يجمع أو يتحصل على أكبر عدد من النقاط بالذات في الدور الأول يعني وده بيدي له أفضلية أنه هو بعد كده يقدر يحقق اللقب الأهل عنده دي الأهل لو التاريخي يعني التاريخي نادي الأهل في طولة الدولة يقوله النادي الأهل يقدر يحقق البطولة لأنه عنده الاستمرار فيها عندها كتيرة كانت بتدعم وفيها عندها بتصرف ملايين وبتجيب لعيبة وبنسمع أرقام خرافية في لعيبة وفي الآخر ما بياخدوش بطولات أو ما بيقدروش يكملوا في طولة الدورة ما بيعملوش الاستمرارية الاستمرارية اللي احنا بنتكلم فيها الأهل مستو بخبرات في طولة الدورة يقدر يعمل الاستمرارية دي عنده الجماهيل اللي دايما بتعمل حافز اللعيبة نفسها تعهدت إنها ترجع بطولة الدورة بعد غياب مسلمين عن النادي فالوضع إن شاء الله السنة دي مختلف كل كلامنا سواء مع اللعيبة أو مع الجهاز أو المسؤولين إن لا في حالة جديدة في مرسيل كولر مش شايب يعني مش مش مخلي حاجة للظروف الراجل موجود في تونس وبيخلي الناس اللي موجودة في التمرين هنا في مصر تسجله التمرين بالكاميرات في الملعب وبيبعتوله التمرين بتاع المستبعدين تونس يتفرج عليه يعني تخيل الراجل قاعد في تونس وعنده ماتش صعب وبيتابع مران اللي هما مش المستبعدين الناس اللي مكانتش موجودة في المباراة للسباب فنية أو للإصابة كل ذي أمور مطمئنة الحقيقة بالضبط لا الراجل عامل حالة كويسة جدا فارد حالة من الالتزام شخصيته جميلة ومبتسم على طول وبيتعامل مع الناس بشكل كويس وما بياخدش أجازات ومركز جدا ومعندوش في فترة الراحة ده حسب كمان هو السورة اللي بينقلها لنا دايما فجاي الميشن معينة في كلام مع اللعبة تتكلم أن هي وقفة على رجليه اللعبة حاسين أن هم يقدروا يلعبوا عندهم رغبة أن هم يلعبوا حالة التشبع اللي حصلت للعبة من كرة القدم بسبب الارتباطات الكتيرة وكسرة المباراة مع فترة الراحة والقرار اللي خده مدرس إدارة فرق مع اللعبة دي اللعبة اللي هي الأساسية اللي بتلعب بقالها سنتين حصول الفريق على فترة راحة وعمل فترة إعداد وجود جهاز فن جديد الرجل بيشتغل مدارب وبشتغل لايف كوتش وبشتغل يعني هو فعلا اللي احنا نعرفه والمعلومات اللي وصلنا فعلا color شخصية في الملعب firm قوي أو حازم جدا منظم جدا وشخصية قوية على صعيد الشخصي شخصية لطيفة جدا بيحب يهزر حتى الصحفيين فده ميكس حلو على فكرة ده مش وحش أبدا أعتقد ده برضو زي ما انت قلت هيبقى فيه firm أو فيه زي ما بيتقال كده مدير فني قوي بس في نفس الوقت الشق النفسي محبوب الشق النفسي موجود الدعم النفسي للعيبة هيبقى موجود أو متوافر معاه عكس مثلا لو كنا هنا قرناه بكيراش مع منتخب مصر حتة دي كانت غايبة شوية عنه لكن لو تلاقي مدير فني عنده الاتنين ده أعتقد بيبقى مفيد جدا للفريق في الأول في الآخر الكلام كله الراجل بيقعد مع العيب لعيب يقعد يقول للعيب انت عندك مثلا مشكلة في كذا لان نتغل عليها عايزين نزود حاجة معينة فبيتعامل نفسيا مع العيب بشكل كويس بيخلي اللعيب نفسه يحبه وينفذ تعليماته وما بيش حاسس بمن هو مضغوط أو المدير الفني ده ده مطير كل دي أمور في منتهى الأهمية طيب ما ينفعش تكون موجود معنا وما نتكلمش عن لقاء الصفر أهلي والزمالك من 28 وده دايما اللقاء ليه خصوصية شديدة الحقيقة دايما لقاءات الأهلي والزمالك ليه خصوصية أيا كان في أي إطار أو في أي بطولة فمتوقع إيه وشايف إيه ومتطمن إيه وقال أمن إيه أنا طول عمري شايف أن الأهلي يفوز بأي بطولة لو لعبته في مستواها أو اليوم يومهم يعني أنا شايف الأهلي لو اللعبة فيقى أو في مستواها تكسب أي حد دي الفريد هو يفاعدك باللعبة مش فيقى ماتش زي ده لا هو ساعات تبصت لها نفسك مش في يومك كرة مش متوقعك المعيبة في الدي أوف بتاحية أو زي ما تقول مش مش ماشية معاهم الكرة ساعات بتديك وشها الجميل وتفرحها ولما بتقلب الكرة يعني ربنا يا سطرة لكن أنا أنا على اقتناع دايما أني لو لعبت الأهلي في مستواها ومركزة والكرة مطوعاها والأمور ماشية وطبيعية يكسبه أي حد الفريد اللي قدر يكسب بالمرس ويلعب التام بير مينخ ويعمل مباراة كبيرة الفريد اللي قدر يكسب الهلال السعودي بقوته بالسكواد اللي عنده أربعة الفريد اللي قدر يحاق برونزيتين كس على مرة بعد يكسب أي حد دي منجه تنظر أنا دايما شايف الأهل الأقوى شايف الأهل الأكثر جاهزية وأكثر تنظيما فزي ما قلت لحضرتك بشخصية اللعبة اللي موجودة بالتاكتك بتاع مرسيل كولر بالحالة الحب اللي موجودة في فرقة دلوقتي مع أستاذ هزاع اللي أنا بتفاعل به دايما دي نقطة حلوة على فرقة أنا حضرت هناك أساقر ماتش كسبنا روما هناك وكسبنا الزمالك وكسبنا المصري في السوبر فالستاذ هزاع دايما نوشه حلوة علينا فيعني اتفاعله خيرا تجروف إن شاء الله مع التفاعل خلينا ندرس كده اللي حصل لحد دلوقتي قبل مواجهة السوبر احنا عملنا تلات وديات التلات وديات اللي كان حلو فيهم جدا ان انت برضو رحت كده صعدت بالتدريج تدريجيا وفي نفس الوقت ما كانتش مزاعة فده ادى شوية خصوصية وتركيز أكتر للفريق على الصعيد التاني جيت بعد كده لعبت مع الاتحاد المنستري وعملت مباراة كويسة ابتدنا شوية نفهم فكر كولر بعد كده عندك الايام وبعد كده عندك بقى ان شاء الله في تلات مطشوط هنرعبهم في الدوري وبعد كده هنرعب السوبر فانت ماشي تدريجيا رائع جدا غاية لما توصل للزمالك ودي برضو ميزة لصالحنا ما كناش مرة واحدة خدنا كولر على مارش السوبر فده تعتبر تدريج كويس جدا او اعداد كويس جدا هنوصل لمباراة بقى السوبر اللي برضو خليني اقولك هتبقى مواجهة تقيلة ومواجهة صعبة جدا والاهلي يمكن داخل والفكر بتاعه انا ما عنديش يعني رفاهية ان انا اتعادل او اخسر او غيره انا لازم افوز فده برضو بتحمل ضغط شوية تقيل على اللعيبة عايز اقولك ان حسب بعلوماتنا كمان الستاد فولي بوكت خلاص وارقام ارقام خيالية بس الدفعين او اكتر حاجزين المباراة تقومون اهلي كله خاصة فده بيدي اهمية ويعني زي بتقول كده طبعا فيه تميز للمباراة دي او فيه كده انفرادية يعني هتشوف ازاي اللعب هنا وهنا اكيد الفريقين حيبقوا بيهاجموا من الدائل الاولى اكيد عايزين يخلصوا في الدائل الاولى وين هو المباراة بس خليني برضو افهم منك اكتر المواجهة شكلها المواجهة اهل وزمالك دايما بيبقى ليها خصوصيا بيبقى ليها طبع خاص بزرط الاهل وزمالك ديربي الاشهر يمكن في الشرق الاوسط واحد من اقوى للديربيات اللي بتذكر في العالم وجهة ناظري او اللي انا شايفه ان لعبت الاهل عندها اصرار وعندها رغبة تعوض اللي حصل والكلام الكتير والانتقادات اللازعة اللي كنا بنشوفها من بعض الاعلاميين او من الجماهير بسلام خصار بطولتاي الدوري والكاس والملبسات اللي حصل بقى واللي اتعرضنا له في نهاية افريقيا قدام الوداد فاللعيبة عندها رغبة ان هي تكسب ماتشاطها اللي جاء كلها مرورا بماتش السوبر مرورا بماتشاط الدوري شايف ان دلوقتي الحمد لله بنمتلك في كل مركز تلك لعيبة عندنا لعيبة من الخبرات والشخصيات تقدر تلعب الماتشاط الكبيرة دي ومعندهاش رهبة الماتشاط الكبيرة دي اللي بيفرق فيها شخصية اللعيب احنا عندنا دلوقتي الحمد لله لعيبة عندها خبرات كويسة توقعي بإذن الله الفترة اللي جاية دي من هنا اليناير بإذن الله يعني ويعني من نوع من التفاقل ان احنا بإذن الله مش هنخسر ولا ماتش الفترة الجادة بس خلي بالك نفس الدافع ونفس الرغبة العريمة في الفوز بطبيعة الحال الموجودة برضو عند الفريق المنافس اكيد بس لأسباب لو حضرتك شفت الظروف اللي انت واجهت فيها المنافس واجهته في مرة وقدرت تكسب واجهته وكسبت سكر كبير بعد كده بتواجه تاني وبتكسب بتواجه في نهاية أفريقية وبتكسب في الظروف خاصة وفي أجواء خاصة مع مدير فن جديد بتخسر منه في نهاية كاس مصر المطش كان غريب لعبت الأهل مش في حالتها اجهاد عند اللعبة كلها لعبة محمد شريك بتصد في بداية المطش اللي هو المطش بتاع الكاس في أجواء غريبة يعني خاصة اللعبة ما كانتش اللي هو اللي كنت مكاله حرك فيه دلوقتي ان انت اليوم مش يومك يدينا مش متوعاة ومع ذلك كنت ممكن ترجع اللعبة بقى عندها إصرار تعوض اللي حصل فيه مبراط الكاس وخسارة بطولة الدوري فأنا من برضو من كرامي مع اللعبة أو من اللي بشوفه في عيون اللعبة اللعبة عندها إصرار أنها تكسب وفي اليوم ده الشخصية بتاعت اللعبة والتاكتك اللي يلعب بين مارسل كولر هيفرق معنا جامد خاصة أن الناس زمالك يعني بيعتمد في طريقته على اللعب بالنظام اللي هو الدفاع من نص الملعب واللعب على الهجمات المرتدة وقدروا أو نجحوا في مبارات الأهل في الكاس أنهم يكسبوا عن طريق الهجمات المرتدة فأنا شايف أن مارسل كولر هيقدر يعمل التوليفة المناسبة للمبارات دي نحن نتخططها بإذن الله ونحق بطولة السوبر ومع الفترة الجاية مبارات العودة من امتحاد المستيليوم السبت والثلاث ماتشاط في الدوري هيبين لنا أكتر حالة اللعيبة أو الشكل أنا كنت لسا عايز أقولك مش بس تحبين لنا النقطة دي هنقدر وقتها من يوم المباراة بتاعة السوبر ساعتها هنقدر بعد المباراة نحكم بقى مع كل اللي فات على مارسل كولر أعتقد حيبدأت توقيت السليم ممكن نقول يعني المدير الفني ده رايح بينا فين أعتقد كده كولر مش يعني هو محظوظ أنه مسك فريق بحجم النادي الأهلي هيضيف للسفيد بتاعه كتير وإذن الله ما فيش مدير فني بتاقي مسك الأهلي ما حققهش مطلط كولر اسم كبير في أوروبا والمجاحات اللي عملها في سويسرا أو عملها في منتخب مع منتخب النمسا أو في مشواره بيقول أنه مدير فني اسمه كبير الراجل عامل زي ما تكلمنا عامل حالة كويسة جوال فرقة لكن بيواجهوا تحديات كبيرة أن أنت تواجه اتحاد المنستيري في بداية مشوارك فريق إنر يكسب كل الفرقة الكبيرة في تونس على ملعبه وكسب النجم والأفريقي والسطاقسي والترجي يعمل عليه مطشي زي ده ويخلي فريق اتحاد المنستيري بلعب الشوط الأولاني كله زون من نص ملعبه وبيقدر يكسب هناك بنتيجة إجابية وحقق الفوز ويجي هنا إن شاء الله يعمل ما ده سؤالنا التالي بقى بالمناسبة على ذكر اللقاء المرتقب لقاء العودة بين الأهلي والتحاد المنستيري شايف برضو المطش ده سيكون أعمل إزاي مطشي من السهل الناس ممكن تستسهله أو تشوف أننا كسبنا لك المطشي بسعب لكن أنا عايز بس النقطة بتاعة مرسي الكور إنه عنده تحديات قوية يعني أن يبدأ بمقشي زي ده ما بدأش مثلا من فرق منتشاد أو بروندي أو معترامنا للفرق لكن أقل فنيا وبدنيا وتكتكيا في الملعب بعد كده مطشين تلاتة في الدولة ويحل عم مقبارات السوبر فعنده تحديات قوية نفس الأمر مشابه شوية لريني فييلر مع الأهل أول ما جيه لعب السوبر قدام الزمالك وقدر يكسب في برج العرب استيلي الناس استسهلت أو إحنا كسبنا هناك أنا مكسب كتير قوية من المطش ده قدرنا أن إحنا نرجع بنتيجة إجابات ريحنا نوعا ما هنا لكن المطش هيبقى صعب هناك هما كانوا بلعبوا زون بيدفعوا بيحاولوا يطلع بنتيجة هو جاي لازم يسجل فيه أنت لو طلعت بالمطش من غير ما شباكك تهتز أنت صعبت لكن الطبيعي هنا في وجود وحسب معلوماتي أنه يبقى المطش في حضور عشر تلاف متفارج على ملعبك وسط جمهورك في دعم عكس المباراة هناك أنت تقدر تكسب هنا بإذن الله نتيجة كويسة لكن المباراة ما انتهتش عشان الناس اللي تسلم وتقول لا إحنا كسبنا هناك خلاص الموضوع لا المطش صعب مستهل فرقة منظمة فرقة عندها لعيبة محترمة عندهم عشر محترفين يعني يعتبر نص الفرقة لعيبة محترفة فلازم نعمل حسابنا وما نستسلمش أننا خلصنا خلاص والمبرانة تاهت والكلام ده لا المطش صعب ومحتاج مجهود مضاعف عن المجهود اللي بزلناه في تونس طيب كلام محترم جدا أنا عايزة أروح معاك بقى شوية لقصة التحكيم لأن النقطة دي برضو مهمة ولازم هنفضل نتكلم فيها فكرة أن أنا أقول أنا ببدأ موسم جديد ببدأ موسم جديد مفروض بفكر جديد بتنظيم جديد بأجندة جديدة بحاجات مختلفة تماما التحكيم بيشغل بال ناس كتيرة وعمل لحد ما مش هقول مشاكل لكن عمل بعض الأخطاء أنا عايزة بقى ديكوماسية إحنا بقى لنا مسلمين بنعاني من التحكيم لا دي حقيقة يعني دي حقيقة والكلام ده قلت أنا وكريم مبارح مش فكرة بس خطأ ويعدي لا أنت بتتكلم في خطأ قد ممكن لضياء بطولة من فرق فعندك أزمة حقيقية كليتنبرج حاليا مفروض أن هو البروبيس بتاعها أو الغرض أن أنت جاي تقدلنا على هذه المشاكل والراجل أول دقايق أو أول يومين جاي فيه تقدمت له شكاوى قد كده أكيد عندنا أمل أن المنظومة يتم تعديلها أو تطويرها لو حصل تاني وتم تكرار نفس الأخطاء التحكيمية هذا الموسم وده برضو متوقع فتشوف كده الشكل بقى حيبقى عامل ازاي الدوري تحديدا هذا الموسم يعني الموضوع صعب قوي بقى أنا أتكلم كراجل يعني موجود في منظومة النادي الأهلي شايف النادي الأهلي كان عندنا أخطاء كان عندنا ظروف ضدنا زي ما قلنا في العمل البدني أو المشاكل الإصابات اللي كانت بتقابلنا فرطنا في ماتشاط سهلة جدا في الدول لكن التحكيم كان قاسي جدا عن النادي الأهلي في الموسمين اللي فاتوا كان سبب رئيسي في ضياع بطلتين دولي الغريب بس أن أنا كنت بلاقي التحكيم على طول مثلا عنده أخطاء تخسر الأهلي نقاط ومع أنديها منافسة الأخطاء كلها بتكسب الأنديها المنافسة نقاط فأنا لما بلاقي مثلا آه يعني بلاقي مرة يقول ماشا كلنا بنخطأ ما فيش حاجة سمعها حتى ممكن لا نملو غير نين نستشعر سوق نية ما هو ده اللي بقى احنا يعني متوسمين خير في كلاتنبرج والمجموعة اللي معاه أنه هو يقدر يطور من منظومة التحكيم نشوف الوضع مختلف وبرضه أرجع وأقول الكرة في ملعبنا لو اللعيبة تقدر تخش الماتش تسجل هدف واثنين وثلاثة فيه ماتشات كتيرة أنت كنت تبقى أغالب بهدفين وثلاثة أهداف وبتلغي لك جون وبتحسب لكش دار بالجزاء لكن أنت عشان عمل سكور فريحت نفسك وخليت الحكم حتى لو عمل ايه ما يقدرش أنه هو يخسرك نقاط آه الديني حقي ونكسب وكل حاجة بس احنا برضو يحط في حزباء يعني أو اللعبة تبقى نازلة مركزة أني وارد جدا الحكم ده هيظلمني أو هيخطأ جملة الديني حق دي عادنا فيها شوية حلوية للموسم اللي فات على أي حال خلينا نقف عند النقطة دي نرجع بعد دي هنكمل كلامنا بعد الفصل أهلا بيكم مرة ثانية رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الأستاذ محمد أبو علي الناقض الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهار ده من عشو الصفحة أقول لك أنا بقى إحنا كنا بنتكلم في يعني بس أنا عايزة روح من كلامنا أخذ ليه نقطة مهمة جدا وهي فكرة هنا السكواد بتاعنا لأن أنا بحب أن أنا دايما أطمن جماهير النادي الأهلي في حديثي وفي نفس الوقت نرد على بعض الكلام اللي بيتقال من منابر الواحد ما بقاش عارف هي دي منابر إعلامية ولا دا إيه بالزبط على كل حال خلينا نتكلم عن نفسنا قالوا الناسي ما يجا تكلم نادي الأهلي وكل ما يحدث من صفقات وإعارات رجعالي ولعيبة جات لي بعد إصابات وراحة أخدوها والضغط قال ونفسيا الدنيا أصبت مدير فني أكثر من رائع حتى هذه اللحظة أنا أعتقد الصورة كده بتبقى مطمئنة بشكل كبير لا بعد الصفقات أن أنا قعد أجيب عشر صفقات عمر ما النادي الأهلي كان النادي صاحب الصفقات الكتيرة لكن كان بيبقى صاحب الصفقات مش الكتيرة مش عشان أقول للناس أنا جبتوا صفقات كده يا جماعة أنا عندي لعيبة محترمة أصلا السعب بتفهم الكلام ده أنه أنت بتبرر أنت بتقول نا خالص أوفر الكلام النادي الأهلي في أفضل سكواد موجود في أندية الدورة اللي لم يكن في أفريقيا دلوقتي ممكن يكون عندي حاجات محتاجة تتظبط والأهلي كان شغال عليها أوريدي بس حصد ظروف فوقفت هيتم التدعيم في يناير تألات الحالة لكن أنا لما أجي مغمط أنا راجل أي حد عارف ألف بيكور لما تجي تكلمي على حراس مرمى النادي الأهلي ما فيش جدال أو ما فيش خلاف على شخصية ومستوى محمد الشيناو أنه الأفضل دلوقتي في قارة أفريقيا كلها الراجل بيت كيف بياخد أحسن لعيف في أفريقيا كمان مش أحسن حارس أحسن لعيف في أفريقيا مع عامو الصفى شبير وعلي لطفي الاتنين فنشوا الدور بشكل كويس جدا ما فيش وقت الأهلي يحتاجهم لما أثبتوا أن هم جادرين أو عندهم الملكة أن هم يمثلوا النادي الأهلي في أي وقت وفتحت أي ظروف بيلعبوا مع لعيبة أو مرة يلعبوا معهم نشئين خطة فع مختلف خالص مش الأساسي ومع ذلك بيطلعوا بأكتر من سبعة تمانية كلين شيت السهل اللي فاتت القلب الملعب أو السردباجات عندنا نحن عندنا سبعة أو ثمان لعيبة بوجة نظر برضو هم الأفضل عبد مينعم دلوقتي واحد من أفضل المدافعين الموجودين في أفريقيا محمود متولي ربنا يبعد عنه شرق إصابات الناس كلها بتتكلم على عودة محمود متولي ومستوى مش عودته أنه هو رجع لا بفانش السنة اللي فات بشكل كويس الراجل عنده ثقة فيه كورته على الأرض مميزة لعيب هادي لعيب عنده شخصية غير أنه أكرم ممكن ينعفل حتة دي محمود هادي ممكن ينعفل حتة دي عندك لعيبة خطة يعني أنت عندك كقلب تفاع لعيبه ميزة جدا ناحية اليمين عودة أكرم مع كريم فؤاد اللي بينضم المنتخب مصر وبيزبط سنة الفاتن واحد من أفضل لعيبة في المركز ده مع محمود هاني التلاتة ما شاء الله عليهم يعني بتهالي برضو هم الأميز في الدور المصري ودور المصري والناس تسجل كلامي ده رقفة خليل نجمي النادي الأهلي السنة الجاية والكلام ده على مسؤولية الخاصة واحد من لعيبة ميزة جدا يلعب بك شمال يلعب جناح يلعب بيد لعيبة مماز قوي وكان جايله أكتر من أفر أن يطلع أوروبا والأهلي تمسك بيه ونكمل في النادي مع محمد أشرف وممكن أي من أشرف يلعب كمان ناحية الشمال جبنا كريمي الدبيس يلعب ناحية الشمال وجهت نظر بقى احنا عندنا أفضل نص ملعب موجود في أفريقيا لما بيبوض ديانج لا ما فيبوض اللعب ما شاء الله التلاتة بتوع نص الملعب مستوىهم دايما سابت كان حمد فاتحي أو قالي وديانج ومعام عمر السلية وكوكل اللي عمل أو قدم مردود كويس أول سنة اللي فاتت محمد محمود لو وقف على رجليه ورجع والإصابة وخدمة شطها طبعا ممكن تبقى يعني رؤى شخصية بس قالي وديانج فيه فترة معينة طبعا القعد لفترة طويلة مستوى سابت هنا هنرجع للإجهاد والإجهاد 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 ما هو بص يا أس كريم أنا كل يوم مثلا هجيبها للناس بقى احنا شعبي بيحب الأكل يعني أنا كل يوم بأكل أكل معينة لدرجة أن وبحبها جد بس زئت أنا كل يوم بلعب وبتمرن تمرينة وبروح ألعب تاني فبرجع وأتمرن ولعب خلاص اللعبة جال حالة تشبع مكورا لو تفتكر مستر مانو الجوزيف 2007 عندنا خدنا الدول وكسرنا الدنيا وكسبنا كل الفرق وخلصنا الدول مبدري الراجل قال لهم بقى السبع 8 أسابيع دول تخذه راحة بقى 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 اللي عايز سافر اللي عايز روح أي حتة اللي خلى اللعبة بعدت خالص والناس هجميتوا ساعتها رجع بطولة الكاس إدري يكسب الزمالك وإدري يكسب في النهائي وقبلها كسب الإسماعيل وحقق بطولة الكاس لما بعد اللعبة عن ضغط المطشوط اللي النعبة كان عندها نفس الفكر فأنت عندك سكواد محترم في لعبة قدرت تجيبها مع اللعبة موجودة بلاصة أنت هترجع الكهرباء أكرم رجعك من الإصابة بس فقط لوحدها ما دي تعتبر بالضبط مغرب يرجع لك محمود يتولي يرجع لك من الإصابة مع التدعمات اللي حصل فأنا عايز الناس تتفاقل إحنا بجد مش بقول الكلام ده عشان أنا في شاشة قناة النادي الأهلي أو أنا رجل أهلاوي أو كلب لا أنا بتكلم وبطمن الناس إحنا بالورع والألم عندنا أفضل سكواد موجود سواء في الدول بلحجم تفاقلهم من تعليقات الناس اللي بعتوا هدنا ربدا على سؤال بص إحنا كنا سألنا سؤال سوشال ميديا خلينا نختم بقى معاك ونقل توقعاتك برضو توقعاتك لمبارات العودة بين الأهلي والاتحاد المنستري أنا قلت 2-1 كريمي قال 2-0 توقعات بحمد علي 3-0 تعال شوف بقى الناس قالت إيه محمد شمس الأهلي هيكسب 3-0 برضو هيقول شادي حسين والشحات وطاهر وطاهر وسافيو هيصنع هدف عبد الرحمن رمضان بيقول الأهلي هيكسب 4-0 إن شاء الله وأحمد عزيز 2-1 للأهلي ماشي ده زي إبراهيم المصري بيقول فوز الأهلي أداء ونتيجة 3-0 كمل بقى كمل الصفر مصطفى أحمد بيقول الأهلي على فوز 3-0 ويوسف محمد بيقول 2-0 إن شاء الله طيب أبو عبايدة 4-0 جديدة برضو دي إسلام جمال 3-0 زيك وزياد طارق أبرز المعجرين 3-0 لا لو وضح التوقعات عالية أقل حاجة 2 وسيد عشور بيقول 2-0 للأهلي وبالتوفيق لمالك أفريقيا الأوحد محمد حمدي بيقول الأهلي هيكسب 3-0 إن شاء الله ورضا حمدي بيقول الاتحاد المنستيلي فريق متواضع جدا وسيخسر اللقاء المجموعات هي المحكة الرئيسي لمعرفة المستوى الحقيقي للفريق ترية 3-0 للأهلي وماجد ميجو قال فوز الأهلي بس ما قالش كم ماشي حمدي الحسيني 2-1 أنا قلت 2-1 أنا قلت 2-1 ورمضان أبو أمر بيقول إن شاء الله الأهلي يكسب أداء ونتيجة بس بإذن الله بس برضو معلش أرقام أحمد كمال وأسامة حجازي لـ 2-2-0 زي كريم برضو قتوقعت أحمد الفودي بيقول إن شاء الله هنكسب 3-0 وسامي بيقول إن شاء الله 4-0 للأهلي محمد ناجح 4-0 للأهلي ومحمد شعيب 2-1 للأهلي توقعاتي زيدة هي شايف دور المجموعات كدوري أبطال الفقه أهم شيء التواضع والتركيز خليفة فريد شاو أيوة صد أساح وجنة الرحمن بتقول إن شاء الله بيبعد لكم برضو كثيرا طيب صباح الفل عليك محمد النجدي 2-0 وهتكلم هنا شادي حسين وعبدالقادر يعني تمام وبردو نور بيقول أو بتقول 2-0 تمام وأخيرا وليس أخيرا حسن حمدي بيقول إن شاء الله الأهلي يفوز 3-0 فيه كومن يعني إجابات كومن كتيرة جدا من 2-1 أو 0 ليه 3-4 هو أنا بيباين الناس مبسوطة من حالة الفريق أو في حالة تفاقل في تفاقل صح قبل مطش الزهاب كان الناس ألقانا شوي هنعمل إيه طب يا رب ما نتغيربش يا رب فلا الوضع اختلف وإن شاء الله يجب نرحل نشكرك على وجودك معنا جديد شكر أنا أشكركم سعيد إن أنا موجود معك أو بره شكرا لكم أستاذ محمد أشكركم وموفقين دايما أشكر حضراتكم أكيد ده ألو كريم خلاص الحلقة كده خلصة نشوفكم بكرا إن شاء الله حلقة نهاية الأسبوع وعشر صبح في الأهل مع السلامة